خليني أقرأ يمكن الآيات شفتوها أنتوا على الشاشة من شوي من رسالة روميا رسالة بولوس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الثالث عشر من آية 11 هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلاياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل إلبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا التدبيرا للجسد لأجل الشهوات هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة فإذن أحبائي الكتاب المقدس بحذرنا هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن الآن ساعة لنستيقظ من النوم وأنهم طبعا بيش بيتكلم على النوم الجسدي لأن كل شخص محتاج للنوم ولكن بيتكلم عن النوم الروحي يعني بيعلمنا أنه نستيقظ من السبات من الخمار من الهموم من الكسل من التراخي من التراجع ويقول لنسلك بلاياقة هذا السلوك الذي يرضي ويسر الله هذا اللي بعبر عن شخصيتنا وهذه الشخصية التي تعبر عن كياننا وهويتنا كمسيحي مؤمن موجود في هذا العالم ترجمة نانسي قنقر